قال لك ايه بقى؟ قال لك الاقتصاد المصري بعافية يا جماعة وما تصدقوش ابدا انه الاوضاع الاقتصادية العالمية هي السبب المشكلة كلها في اقتصادنا وفي طريقة ادارتنا للمنظومة الاقتصادية لازم يا جماعة بقى نبدأ نفكر خارج الصندوق لازم بقى نبدأ نغير لازم بقى نبدأ نشوف حاجات جديدة وطريقة جديدة في ادارة الاقتصاد معلش السؤال يعني هو الطريقة بتاعتنا في ادارة الاقتصاد خلال التمن سنين عملت ايه وحش يعني يعني مثلا هل خلتنا لسمح الله تراجعنا اقتصادين في معدل النمو اللي كان مزهزة وزي الورد ولا طلعتنا لقدام سؤال مثلا يعني الطريقة بتاعتنا اللي قدت الى زيادة الحدود الدنيا للاجور مرة واثنين وتلاتة واربعة فوصلت تقريبا لحوالي 2400 جنيه حد قدنا للاجور ده كده معناها ان الاقتصاد او ان الطريقة بتاعتنا مش مزبوطة يعني ماشي او انه الصادرات بتاعتك اللي عملها بتزيد على مختلف القطاعات الاقتصادية يعني صادراتك البترولية والغاز الطبيعي عمل بيزيد صادراتك الزراعية بتزيد من حيث الكم والعائد عائدات قناة السويس بتزيد من حيث الكم والعائد صادراتك غير البترولية بتزيد من حيث الكم والعائد الله يعني انت مفيش عندك صناعة بتزيد زراعة بتزيد بترول بيزيد سياحة بتزيد طب على مستوى الاجوء بتزيد هتجي تقولي بس ما تنساش ان معدل التضخم زاد اقولك لحظة واحدة واحدة وحضرتك تعرف معدل التضخم كان قد ايه في 2010 بلاش تعرف معدل التضخم كان قد ايه في 2013 بلاش طب نزل قد ايه معدل التضخم في 2013 كان تقريبا 13.5% لو انا فكر صح يعني دلوقتي معدل التضخم قد ايه لا معدل بطالة معدل بطالة كان 13.5% نزل لحد ما وصل ل7 و2 من 10 الله بص واحدة واحدة على نفسك وعلي وانا كمان واحدة واحدة عليك انا وانت انا وانت احنا كلنا كده كان مواطنين احنا كلنا في مركب واحدة كلنا في مركب واحدة في ناس عايزة تنط من المركب اللي عاوز ينط ينط بس ما يعيطش ما يرجعش بعد كده يقول اصل والله انا احنا كلنا لازم نقدف وكلنا لازم نشتغل الوضع اللي بيحصل في العالم انتو لسه شايفين زميلات العزيزات هم بيتكلموا على معدل التضخم اللي موجود في ألمانيا واللي وصل لأرقام ما شافوهاش بقالهم أكتر من خمسين سنة طيب الشركاء الأجانب بتوعي في بعض القطاعات الاقتصادية اللي لم يكن في كل القطاعات الاقتصادية انت شفت واحد فيهم بيتراجع لأ شفت واحد فيهم مقال لأ على سبيل مثال بسيط جدا ولكنه هام جدا احنا اياما اتكلمنا على منتدى شرق المتوسط او الاستثمارات المصرية في منطقة شرق المتوسط الكشفات بتاعت حقول الغازة الطبيعي في شرق المتوسط واللي قلنا اكتر من مرة ان ليها يعني تقدر تقول ايه كده ثلاثة ازرع زراع منها هو زراع الاقتصادي انك انت بتكتشف حقول الغاز طبيعي بتمكنك انك انت توصل الى اجتفاء ذاتي من الانتاج وبالتالي يغطي حجم الاستهلاك المحلي يمكنك من انك انت تقدر تصدر فبقيت بتصدر وصدراتك من الغازة الطبيعي قاعدة عملة بتزيد وبالتالي بتحقق ليك عائد بالدولار وباليورو تحديدا دولار بيجيب لك فلوس كويسة جدا انا في حل من ان انا اقول لك الرقم بس انا اقدر اقول لك بمنطقة البساطة صدراتك السنة دي غاز طبيعي لا تقل عن 4 مليار دولار لحد اللحظة اللي احنا فيها وقد تستمر الزيادة وان شاء الله هي هتستمر الزيادة لحد يوم 31 ديسمبر فانت هتعرف ساعتها انت بتصدر غاز بقاعدة ايه دعلى سبيل مسئل